ممكن يواجه مشاكل اعتقد المواجهات التي يمكن ان نطلق عليها المواجهات ستحدث شرق طرابلس وجنوب شرق طرابلس فقط لكن بالنسبة لقلب طرابلس لا القلب نفسه لا وغرب طرابلس برضه لا المواجهات لن تكون بالمستوى الذي يتصوره البعضان الميليشيات الروح المعنوية عند الميليشيات وانا على تواصل قبل الدخول للستوديو كنت على تواصل مع بعض الاصدقائي من داخل طرابلس وحتى من القيادة العسكرية الروح المعنوية منهارة لديهم حالة الفرار منتشرة لنا هل في ناس استسلمت منهم تم اعتقال ناس منهم حصل يعني في ناس سلموا سلحهم مثلا طب هل في ناس ويفهم مع القوات المسلحة سندوها مثلا فيه او فتحوا لها الطريق بمعنى الاصح لم يعنيهم جمعون كده وحتى في قلب العاصمة فيه ناس مستعدة لذلك في ناس كمان مستعدة لذلك يعني ميليشيات ميليشيات مستعدة لذلك مستعدة انها تساهل مأمورية الجيش تساهل مأمورية الجيش يعني هم حسوا خلاص انه الجيش بيست بيعني جاي عشان يرجع البلد زي ما نقول كده انا اصدقى القول سيد احمد انا كنت اتوقع عندما اتوجه الجيش الى الجنوب منذ شهر كنت متوقع ستحدث مواجهة شرسة في سبها حاصمة الجنوب حاضنة الجنوب جنوب الليبي لكن عندما دخل الجيش الى مدينة سبها لم تطلق تلقى ترصاص واحد وكل الميليشيات تلقت سلاحها وسلمت للجيش وقادة الميليشيات فروا فكانت مفاجأة بصراحة الدخول بهذه السهولة للجنوب الليبي والجنوب الليبي مساحته ستمائة الف كيلو متر مربع يعني بالإمكان في الجبال والأودي والتلال استخدامها مفخخات وقنص وغيرها ولكن الحمد لله دخل الجيش بكل سهولة فكل المدن وطرابلس ننتشد عن هذه القاعدة كل المدن التي دخلها الجيش دخلها بسلام هل السيد غسان سلامة مازل ومسل للوضع الآن في ليبيا انه شايف مبارح كلامه يعني هنا وهنا يعني زي ما نقول كده مسك العسام المنتصف بطبع ليه ما فيش كلام واضح شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة وانه شكرا للمشاهدة